ايه رأيك بقى يا خالد مش انت كده ضميرك مرتاح؟ اه الحمد لله بابا بس فاضل بقى القضية اتخافش يا حبيب ان شاء الله هتعدل اخيب بقولك احنا عمروح كده على طول في البقى هتقدك حاجة عايزنا نعملها؟ اخي نفسي نتعشى سوا احنا بقلنا كتير ما كلناش مع بعض موافق طيب اذكر راجل الكبابك اللي كلنا بروحنا كل عنده زمان اه ده بيعمل كفتة جامدة جدا بسه بيعمل كفتة جامدة يا سيدي ماشي ماشي قولي بقى مين فيكو اللي بيحب النجار؟ في ايه بصلت اكل ايه؟ احنا بنتكلم واحنا بناكو بتدردش يا عكري انت اللي بتحبها؟ لا لا خالص بتنفي كده بشد قوي يعني ايه؟ انتسب instrumental متحبش؟ بالعكس البنوتا لاطيفة وجميلة جدا بقى عشان كده بقى بابا شرف تصرف وعمل العمل مام تقزك الخناءة يعني؟ اه ماشى بقى بتحبا احمد ومتحبش اشرف مصبوط؟ مصبوط و اشرف عاوز اخطابها بس هي يعني مش مش موافقة مفهوم. بقت واضحة. طيب سيبك بقى من اشرف واحمد والكلام ده كله. انت حضرتك بقى بتحب بينا. بابا ما قلت ليش حضرتك عجباتك الكفتة. موضيحة. موضوع الموضوع ليه? المفروض ان احنا اصدقاء. اي اب لو عنده ابن بسنك كده لازم يبقى اصدقاء. عارف ليه خالد? عشان لو ما حصلش ده ابني توه ما رفسك توه. والقبر برضه توه. زي ما انا توهت عنك كده. حضرتك توهت عني? توهت عنك. عارف ايه الدليل? ان انت صديق لابن شكري عبد الرقوف. اي حد في الدنيا لو قلت له ان خالد ابن كمال ابو العزم صديق لابن شكري عبد الرقوف مش هيصدق. بس انا صدقت. عارف ليه? لان انا سبتك السنين دي كلها. سبتك تبقى ست والدتك هي اللي مسؤولة عنك. بابا انت خلصت كده مش هتاكل? بابا انا اي حد في مكاني طبعا لازم بقى فخور. انا مش عايز اي عد. انا عايز ابني. بابا انا شايل اسم حضرتك وعايش بيه فاكيد انا فخور بيك طبعا. عزيم. يا ريت خلينا انا كمان ابقى فخور بيك. اظن ان من حق عليك انت تحفز علي وعلى اسمه. انا دايما كنت قبل ما اعمل اي حاجة اسأل نفسي. الحاجة دي تليق بولادي ولا هتسيق ليه? انا حفزت عليكو. حفزت عليكو كويس قوي. حتى وانتو بعد عد. بتهيالي بقى من حقي ان انت كمان تحفز على اسمي وعلي. حاضر يا بابا. ماشي. يلا لو خلصت عشان نقوم نروح. لا انا مش عايز اروح. يعني ايه مش عايزت روح مالا تامنين. انا هجبت مع حضرتك. اتفضلوا. مفاجأة مش حلوة مش كده? مش حلوة ليه? البيت مش غريبة عليكي. ما انت عشتي هنا سنين طويلة. لحد ما زهقت. بس مرميتيش المفتاح. كويس انك لسه محطفزة. وانت كويس قوي انك ما غيرتش الكلون. كنت متأكدة انك هترجع هنا في يوم الايام. ارجع. ارجع فينا. انا جاي عشان اشوف الاستاذ ده جاي هنا يعمل ايه? الاستاذ مش في بيت حد غريب يا بادام. في بيت ابوه. يعني بيته. والبيت اللي هناك ده بيت مين? اتناشر سنة وانا بجري. عشان اخليه عيش دي اولاد الناس. جاي دلوقتي اتفي نفسه بالحياة. ماما انا قلت لك انا ممكن اجي هنا. انت ما تقولش حاجة خالص. اذا جاي هنا عشان تبقى عند ابوك فاضلوا ادامي. نجوة. نجوة لو سمحتي حاولي تفهمي. ابني كبر. بقى راجل. انت انت عمرك ما هتتغير. انت بعد اتنين وعشرين سنة عايز تعليمه يبقى زيك. عايزه يخش السجن عشان احلام العمال والفورة. اسعى فوق الزمن اتغير خلاص. السوابت ما بتتغيرش يا مدام. ما بتتغيرش. الاخلاق بتنضل هي الاخلاق. السوابت هي السوابت. العدل هو العدل. والحق هو الحق. والاخلاق هي الاخلاق. نفس الكلماتين اللي علمتوهم يا زمان. يا ريتك اتعلم تيو. يا ريت. اتعلم ايه. اتعلم ايه. بعد الفقر والجوع والبهدلة والمرمطارا. انت كده. انت طول عمرك بوغرن بالمواقف الدونكيشة. انت عايزت بقى بطل مش عايزت بقى اب. الاب. الاب. الاب يا هانم. لازم يعلم ابنه الحق. والخير والاخلاق. يعلمه يحس بقلام الاباء. يحترم حقوق الاخرين. مش يعتدي عليهم. ويوصلهم انهم يتربوا في المستشفى. برابو. ما علمتوش ليه. مليتوش. 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 سبتهولك عشان تعلميه. وصدقتك. ودي غلطتي. انا بعترف اهو. انا غلطان. انا انا اسف يا ابني. انا بجد غلط فاعل. لا يا بابا ما تعتزلش. انا اللي اسف حضرتك. ماما. انا مش راجع معاك. مش راجع. مش راجع بعد كل اللي عملته علشانك. مش راجع بعد ما خليتك راجل. مش راجع بعد انا النهاردة محتاجاتك. ايوا يا ماما مش راجع. وانت سمعتيني كويس. لازم تركع معاك. دي امك. محتجالك. وهي اولى مني. تفهمني؟ دي امك. بتي مفتوح لك. في اي لحظة تحتاج تيجي البيت تيجي فورا. اتفضل. ودي مفتاحك اهو. خلي مفتاح معاك. ديالله. ماذا بناجوا؟ افلا. ابنك معاك. عشان تقولت انك محتاجها. خليك فجرة. ومهما باعد عني هيفضل ابني وهافضل انا ابو. اول ما حصلت له مشكلة جيتي جاري عشان ان انحاول. يريد تفهمي ده كويس. انه هيفضل ابني مهما باعد عني وهيرجع عني. هيرجع للاخلاق والاصول. فاهمة يا مادام. مع السلامة. خلي هانا تلم المفرش وتوجيه للمنادر هو والسجاد. انا هاخد الورد كنت. يا اختي خدي هي جاتها على الورد. خد الورد يا دعاء. انت حق بيه من الوزير المتكبر اللي مجاش. انا ودلك يا بابا. انا عارف. اللي انت ما تعرفوش ان الحق بتاعنا بقى اتنين. في البلد عندنا فالطلحين يقولوا ايه. اخد الحق صلعا. شيل. شيل قدامي. وخلي بالك ما نحقش في الباب. عشان بقى ماما ما تزعق لناش. انت مش حاس ان انا كسبت القضية من اول جولة ولا مش واخد بالك. ازاي يعني. يعني احد الوقتي بقى في صفنا الاساس كمال وابنه ضد شكر عبد الرؤوف وجد عدل اسمه العتر. وواحدة واحدة هتلاقي نفسك بتاخد حقك ثالث وامتمت. بنقول لك يا اخي. ايوة اهنا. هو مكتب الاساس كمال تفين. مكتبه في الجورنان. ايوة فين يعني الجورنان ده. اصلا انا بصراحة عايزين نروح له. مرة واحدة كده. اصلا انت بقى فوق تحمل. يعني شفت مطرح والتاني واصحاب المطارح ما بقوش هم اصحابها بس. ربنا مع المنكسرين جابر يا خيال. يقطع من هنا ويوصل من هنا. يقطع في ايه ويوصل في ايه. انت مصدقتي. والنبي يا خيال ما تكسرش مجادي في. انا مصدقت عشان اروح له. وبعدين اللي يشتغل عند الاساس كمال في المكتب ده كأنه تخرج من الجامعة وخد المجستير كمان. والنبي يا خيال عايز اروح قبل ما حد يولتش مطرح. لا بحضر يا منتي هبقى اخدك اوصلك ولا احمد يبقى يوصلك في سكتك. احمد يوديني. طب خلاص. انا هبقى اوصلك وبعدك اتعرف السكة المحتة. رودوا على التليفون. التليفون دي رايح روحك مالحقتش التوصل. يعني الدكتور اللي اللي هيوصد شت. قالوا. ايو افندي موجود. اقول له مين حضرتك. طب حضر ثاني يا واحدة. طلع لبابا. تليفون يا بابا. يا مين يا دعاء. الاستاس اسماعيل المحامي. ما عرفش حد اسماعيل المحامي. اهلو. الساق الخير يا اوصد عبد الحميد. الساق الخير ايو. معلش. دي اول مرة تكلم مع حضرتك في التليفون. ومادو. نعم. انا اسماعيل رشوان المحامي. احنا تقابلنا في النيابة. كنت مع شكر بي عبد الروف. محامي شكر عبد الروف؟ ايوه اوصد اب حميد. ايوه يا استاذ اسماعيل يا محامي شكر عبد الروف. اولا انا عاوز حضرتك ما تفهمنيش لا انا فهمك غلط ثانيا ثانيا برضو مش عاوزك تفهمني غلط اسمع الالعيب بتاعتك دي مش هدخيل علي وانا مش بسمعك الكلام ده لا انا عايزك تقوله لشكرة عبد الرؤوف سمعني؟ سمعك يا استاذ طب يلا ايه في التليفون ما عنديش كلام تانا اقوله ممكن سيادتك يتسع صدرك اتشعني ايه؟ بيتي كان متشع ليكو سيادتي الوزير استكبر ومجاش يا استاذ عبد الحميد انا مش الوزير اعتبرني صديق صديق؟ انت بتغذل؟ بتغذل؟ اقسم لك بالله العظيم يا استاذ عبد الحميد ان انا ما تقسمش بالله العظيم الاسانيب دي ما تنفعش معايا ولو سمحت افل بدل ماه في الفوشك انا افضل من فعلك يا استاذ عبد الحميد ومش زعلان انت؟ انت اللي زعلان؟ طيب يا سيدي ازعل 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 وانا اعتذلك وقولك حقك علي بس تاني مرة متكلمش هنا تاني حاضر حاضر مش هتقصر بس اسمح لي يا قابل حضرتك انت بارد؟ تصوره اقوله ما تتكلمش هنا تاني تسمح لي يا قابل حضرتك لا مش هسمحلك لا انت ولا شوك يا عبد الرقوب ولو هنتقابل نتقابل في المحكمة مع السلامة شفتوا حاجة الجانب شفت يا احمد؟ دي حرب اعصاب اه يقولوا يستنى جلين نعتذر وما يكوش وبعد شوية يخلوا المحامي له بنت يكلمك بس اكتبلك هم دلوقتي عادين يغبوا حولي نفسيهم حاسين انهم هيغساروا القضية وهيتفتحوا في كل الجرائد مكيه تكمل ابو العازم مش هيسكت مش عارف اسمعهم هم المين اللي عايزني؟ فيه دي البال اللي عايز خبرك السلام عليك باستاذ عامينك طب اتفضل انتم وانا هبعت ان دهانوكو تاني عشان نشوف حاجة الجانب بس ما حدش يقولني مش هيخطي الحصة الاولى لازم نشير براه اه انا هاسف ان انا جيت من غير معاد بس المسألة اندك انت هتصامحني زعلية المشكلة ديك حق وحاخبر حق هاخبر مش منها من شكرا عبدالله او في اللي معاه ولا تحب اخد حق منك دلوقتي وتشوفها انا اقول لك ما اتكلمنيش في التليفون عليك قدامي انا ايه رأيك ما لو طلبت لك البوابين والامن يرموت برا ولو تعرف انا جاي لك ليه حد غلط عليك انت متخيل ان انا مش عارف انت بتحالف على امن مبارح وجايل الدبقتي ليه بقولك ايه اخد بعضك واخرج بالمدرسة بامان زي ما دخلتان خلاص مخرج سر لا يا سلام يا استاذ عبدالحميد اعتبرني عدوك واسمعني ولو ما اقرأتك تجاج حدني انا مش بهزتك ولا حاجة يا استاذ عبدالحميد انا جاي عايز اعود معاك عشر جاي بس ولاش حد يعرف ان انا محامي ولا يعرف ان انا جتلك وبسملك بالله ان انا ضمير بيوجعني باوز اتساعدك تساعدني بساعد نفسي سماء سماء شاي الفتلة سكر ضرق يا استاذ شكرا يا بداي لا اعرف عبدالحميد بيه ايه ايه جاي عادي سكر ادي امت قابلي السكر والشاي انا عاوز اقولك على حاجة تتكلم انت بتشوف شاي شوف يا استاذ عبدالحميد اوعى تفتكر ولولي لحظة واحدة ان انا جاي عشان اخضر بموكلي شكرا عبدالحميد لا لسبب واحد ان انا بحترم نفسي ومهنتي ولو انا غادرت بيه انت مش هتصق فيه طب جايني ليه اتكلم على طول قليك دبري انا خايف عليك صدقني انا هكسب القضية يا متر مش هيحصل ايه عشان طلعتوا شهادة ان الشهادة الوحيدة متشوفش بالليل مش كده انت عرفت ويارد تعملوها ويشوفوا هيحصل ايه انت اللي مش عارف هيحصل ايه يا استاذ انت بتهددني انا مش بهددك يا استاذ عبدالحميد باي شكل هتخسر القضية مش هتخسر القضية وبس هتخسر جنبها حاجات كتير كتير قوي عيبة متر انا مش راجل جاهل ولا عين صغير انت دخلت حرى سد ايش هب شايك وروح لحالك لا انا هشرب الشاي وحلغ التوكيل اللي عملهولي شكر عبدالعوف هتلغي توكيل القضية كل القضايا هقوله شوف له محامي تاني غيري عارف ليه يا استاذ عبدالحميد مقدرش هقف قدامي القاضي وانا كذاب ولفقلك بدل التهمة خمسة وعشرة انت ومك مقدرش بكذاب وانا حال في اليمين واضر الراجل طيب زيك كل جريمتهم محترم وبيضر على حق اب يا سلام انت شاف كده ولازم تختار يا استاذ عبدالحميد يا انت تتنازل وتحمي نفسك وتحميني يا اما انا حسيب القضية شوف يا استاذ اسمعين انا هفترض انك بتكلمني بضمير المحامي وهقولك حجب نفترض ان انا راجل طيب ومحترم زي ما انت قد لو اتنازلت حفظ المحترم في نظر ابني والدته واخوته او حتى في نظر تامل غالي يا استاذ عبدالحميد مش اغلى من دم ابني مشرف ابوه حضرتك عايز تتنازل عن القضية لان انت راجل عندك ضمير ومش عايز تخلفه ده شيء خصك بس انا مش هتنازل يبقى انا اللي لازم اتنازل وصيب الى ضمير شوف يا استاذ عبدالحميد لو رحت المحكمة ولقيتني واقف بدافع عن ابن سكر عبدالبقوف قول علي ان انا كداب ومحمي عنديش ضمير لكن لو لقيتني تنازلت اعرف ان انا كنت صادق معاك وخايف عليدي قبل ما انس اعاوز اقولك على حاجة اتفضل في النهاية هتتنازل يا استاذ عبدالحميد برضو ده ايه استقال عمياء دي حتتنازل بس بعد ما اكون خسرت حاجات كتير كتير قوي اه والخسارة القلعبة احسن من المكسب البعيد مش ده انت عايز تقوله مفيش مكسب حتى لو عادت بدل السنة عشرة ليه عشان تغابك في قانون والمفروض انت عكفه بس في قانون تاني انت ما تعرفوش يا استاذ عبدالحميد موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة